السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وعملين ايه لما تم جديد المفيد فعلا من تطبيقات الشارك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصلا كل مجد المفيد فعلا من تطبيقات في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بسعار لك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهكر نارض ان شاء الله مع شارك تطبيق جديد هو اسمه stay off التطبيق ده مساعة سبعة وعشرين ميجا محمله اكتر من مليون شخص التطبيق ده تطبيق مساعد ان انت تتخلص من ادمان الهاتف المحم بالاضافة لانه بيعملك احصائية يومية واسبوعية وشهرية بالوقت اللي انت بتقضيه على التليفون المحمول بتاعك واكتر الحاجات اللي انت بتعملها على التليفون يعني اكتر التطبيقات اللي انت بتفتحها اكتر الاشخاص اللي انت بتكلمهم اه سواء بقى مثلا بتفتح امليكيشن زي فيسبوك بتفتح اه يوتيوب بتفرج على فيديوهات اه بتعمل مسلا على اي تطبيق تاني فبيقدر يديك احصائية ان انت مسلا كل اليوم بتقضي مسلا فرنجي ساعتين على على الموبايل او فرنجي خمس ساعات على الموبايل اه الساعتين او الخمس ساعات دول بتقضي منهم مسلا اه تلات ساعات على تطبيق الفيسبوك والباقي مسلا في تطبيقات تانية او بتقضي مسلا اه خمس ساعات على الموبايل وبتقضي اه ساعة مسلا على يوتيوب وساعتين على تويتر وساعة على الواتساب وكده فبيقدر ان هو اه يساعدك ان انت تبعد عن ادمان الهاتف وان انت يعني اه ترجع لحياتك الطبيعية وبحيس ان انت تقدر يعني يبقى عندك وقت اه فراق تقعد فيه مع اهلك اي بقى عندك وقت اه تعمل فيه شغل زيادة اه تحسن من دخلك ته حسن من حياتك و اه وشغلك يعني وكده افضل من انت تضيع وقت في حاجات ملهاش لازمة وحاجات تفعى فطبعا تطبيق كويس تطبيق مهم تطبيق مفيد بيساعدك ليك والاي حد انت تعرفه مثلا اه اخوك مثلا الصغير اختك الصغيرة ابنك بنتك زوجتك اي حد ممكن برضو ان انت تحمله التطبيق ده وهيساعده ان هو يبعد عن الموبايل او يخفف من ادمان الهاتف مع الشخص ده بس كده اعتبر افصل شرح للتطبيق بالنسبة لمشكلة للتطبيق ده ان هو بيطلب منك اشتراك وبيتضمن اعلانات بالاضافة انه موجود باللغة الانجليزية فقط. ده اعتبر افصل شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب لو اعجبك شرح التطبيق ريت تدوس لايك للفيديو و لو اعجبك شرح تسيبه في الكمنتر اذا كنتم اذا او اقبل التطبيق فايت اتسمى تدوسل القادمة اكتبة في طالقات الفيديو شكرا سلام عليكم.